موسيقى مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا إنجاب المسلم بعد موته بسنوات والسؤال من موقع إسلام سؤال وجواب إذا كان الزوج سافر عن زوجته مدة طويلة وعندما رجع وجدها حامل فشك بأن الإبن ليس له فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هنا في سؤال واحد بيقول له واحد من سافر مدة طويلة ورجع لإمراته حامل وشك إن الإبن ليس بإبنه يعمل إيه؟ وأنا هنا عندي سؤال للسئل لو حد غاب عن مراته سنين ورجع لإيها حامل وهو لسه هيشك هل الإسلام بيلغي العقل؟ يعني هو لسه هيشك في كده؟ هل يعني أنت كمسلم عقلك بيكون ملغي؟ أنت سنين بعيد أو سنة أو سنتين ورجع لإيه المراتك يحمل ده محتاجة سؤال؟ لكن نشوف الإجابة هتقول إيه؟ الحكم في هذه المسألة له علاقة بمسألة أخرى وهي أقصى مدة يمكسها الجنين في بطن أمه وهي مسألة خلافية بين الفقهاء بل وبين الأطباء طبعا زي ما إحنا متعودين في الإسلام كل حاجة اختلف الفقهاء فيها أقصى مدة حامل اختلف فيها الفقهاء وهنا بيقول بل والأطباء بس أنا بحب أطمنكم أن الأطباء على مستوى العالم كله معدى طبعا الأزاهرة والكلام ده بيقولوا أن مدة الحامل في الإنسان هي 9 شهور ما فيش أطباء اختلف ولا حاجة ونكمل الإجابة والراجح أن الحامل لا يمكس في بطن أمه أكتر من سنة واحدة كمرية ولكن كون هذا هو الراجح لا يمنع حصول حالات يتأخر فيها الحامل على سبيل الشزوز والنضراء والأحكام الشرعية إن كانت تبنى على الأكثر الغالب دون القليل النادر إلا أنه لا مانع هنا من مراعات النادر حفاظا على الأعراض وحفاظا للأنساب وفرارا من اتهام المحصنات المؤمنات يبقى هنا بيقول إن الراجح سنة كمرية ومن النادر إن الحامل بتأخر وإن الأحكام بتبنى على الغالب مش النادر لكن مراعات لحفظ الأعراض والأنساب والأحكام لا مانع إنها تبنى على إيه؟ الحالات النضراء طيب هل أنت كده بتحفظ على الأنساب ويقول فرارا من اتهام المحصنات المؤمنات اللي لقوها حامل وجوزها مسافر وبعد عنها بسنين مثلا طيب ده في الإسلام بتسمى محصنة مؤمنة مؤمنة يعني جوزها مش موجود معاها وبتكون حامل دي كده محصنة مؤمنة يعني محدش اتهمها وخذنا نكمل الإجابة قال الكرافي رحمه الله أعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد ويقدم عليه النادر مثل ذلك غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذ جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقة زوجها ضارب بين أن يكون زنا وهو الغالب وبين أن يكون تأخر في بطن أمه وهو النادر ألغى الشارع الغالب وأثبت حكم النادر وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم عن الهدك وهنا قال لنا مثل لو في واحدة جزء طلقها وخلفت بعد خمس سنين من الطلقة الغالب أنها زنت والنادر يقول أن الحمله تأخر طب الشارع بقى يعمل إيه ياخد بإيه ياخد بالحالة النادرة هو أن يحكم أن الولد ينسب لجزء اللي طلقها من خمس سنين علشان الستر طيب أنت بتسطر ليه يعني على الزني أنا عايز أعرف يعني دي واحدة زنت عايز تستر ليه عليها والراجل زنبه إيه أن ينسب لولد مش ابنه خلينا نكمل الإجابة وعلى ذلك فإن كان هذا الرجل قد غاب عن زوجته مدة تدخل في إعداد الأوقات التي ذكرها الفقهاء لبقاء الجنين في بطن أمه كالسنة عين والسلاس والأربع وقامت القراءة على صدقها ككونها عفيفة وإخبار من يلازمها بدوام الحمل هذه المدة ونحو ذلك فهنا يلحق هذا الجنين بزوجها خصوصا وإنه قد ثبت في العصر الحديث بعض الحالات النادرة التي تأخر فيها الجنين في بطن أمه لهذه الفترات وقد ثبت هذا عند الشيخين الجليلين عبدالعزيز بن باز وبكر أبو زيد رحمهم الله وقال لنا رقم الفتوى أما إن قامت القراءة على كسب المرأة وارتابة الزوج في أمرها فله أن ينفيه فور ولادته باللعين كما سبق في الفتوى اللي بيقول رقمها فإن لم ينفيه باللعين فهو ابنه يبقى له واحدة جزها غايب في المدة اللي حددوها الفقهاء سنتين أو ثلاثة أو أربعة وإيها حامل والناس بتشهد أن دي يعني ستة عفيفة خلاص الولد بينسب الجزها لكن لو جزها شك ممكن ينفيه باللعين وأنا هنا عندي سؤال لو واحدة مسلمة حملت بعد وفاة جزها بالثلاث أو أربع سنين أو زي ما هو بيقول خمسة يعني وطبعا هو ما قدرش ينفيه هو خلاص مات فشوفوا معايا الشرع حيقول لهم إيه في كتاب المغني كتاب العدد بيقول إيه مسألة قال لو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقي أو موته بأربع سنين وحقه الولد وانقضت عدتها به ظاهر المسهب أن أقصى مدة الحام لأربع سنين وبه قال الشفعي وهو المشهور عن مالك وروي عن أحمد أن أقصى مدة سنتين يعني لو واحدة جزها طلقها أو مات عنها وما تجاوزتش بعد موته بأربع سنين خلفت ينسب لجزها اللي مات من أربع سنين يعني المسلم بعد ما بيموت بيخلف عادي يعني ده في الإسلام سبحان الله وشوفوا معي كمان حالة تانية في كتاب المبسوط كتاب الدعوي يقول إيه؟ رجل طلق امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد فلهذا على ثلاثة أوجه إما أنت ادعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلا ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج لأن دعواها الحبل قرارا منها بالبلوغ فهي والكبيرة سواء يعني لو في رجل طلق مراته الصغيرة اللي هي ما بلغتش لسه أصلا ما فيش حيد يعني ما عندهاش حيد وبعد ما طلقها مات فيه تلات حالات بقى أول حاجة تقول أنا حامل تاني حالة تقول أن عدتها انقضت خلاص يعني وتسكت وتالت حاجة أنها تسكت خلاص بعد سنتين من موت جزها نلاقيها إيه عنجبت يقول لك خلاص ثبت النسب وهو طبعا ميت يعني ما قدرش ينفيه برضو باللعان ويقول لأن دعواها الحبل إقرار منها بالبلوغ يعني لو البنت لسه ما بلغتش ممكن يقولها سكت يخالص دلوقتي ما تقوليش أي حاجة وقل إن انت حامل وهي أصلا مش بلغة يعني ما فيش حيد تدعي الحبل غاية ما تبلغ وتزني وتخلف وتنسيبوا الجزها اللي مات إيه رأيكم؟ إن بس الإسلام اللي فيه مثل هذه الخرافات وربنا طبعا عامل الكون ده كله بطريقة معظمة حتى الحيوانات مدة الحاملة عندها تختلف من حيوان الآخر ومعروفة إلا الإسلام اللي بيطلع الزنا زي الشعر كده من العجين وبيخترق إن الجنين ممكن يغطف بطن أمه سنتين وثلاثة واربعة ويدعي زورا وبهتانا على الأطباء إن في حالات نادرة بيحصل فيها كده طبعا ده مستحيل تحصل وبيدعي كمان إنه بيحافظ على الأنسان والسؤال اللي أنا هسيبه هل بتصدق يا مسلم إنك ممكن تنجب بعد ما تموت بسنتين؟ وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وديم شكرا